السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممنين ايه? الفيديو النهاردة هيكون فيديو خفيف كده ان شاء الله. هشرحتكم فيه سكراب انا قبل كده شرحته لكم على السناب شات. هو سكراب لجميع انواع البشرة. لان اه اتقال لي انه السكراب اللي موجود في استيضاليات ولي موجود في الاسواق. اه غالي لدي. وممكن كمان نطلع غالي وفي اخر ناتجته ما تكونش اه كويسة. وناتجته غير مرضية. فعلشين ما نحطش نفسنا في ازمة ان الحاجة تكون غالية. اه عن فاضي. فانا هعملكوا دلوقتي سكراب. اه ان شاء الله ما يبقاش غالي عليكم. اه السكراب ده هو مكونين اتنين بس زي ما قلتلكم ان هو هينفع لجميع انواع البشرة. اه في ناس بتقول ان ما ينفعش البشرة الدهنية عشان فيه اه زيوت. بس انا بنصحكم انا بشري زي دهنية وباستخدم فيه زيوت. اول حاجة هو السكر. انا هحط. طبعا انا بعمل علبة التاوض معي فترة طويلة. انا بستخدم السكر اللي هو المدل مش المكعبات الكبيرة. يعني اه اللي في مصر يعرفوا ان احنا عندنا فيه سكر زي سكر التموين ده بيبخشن قوي. وفيه عندنا السكر اللي هو المدل بتاع السور ماركت. وفيه سكر بودرة. انا بقى بستخدم المدل ده. حطيت كمية كويسة كده في العلبة. عشان انا هعمل الكمية وحشلها عندي. اه سكر. وطاني حاجة اه زيت جوز هند. ده انا جباها من العطار واخترت ان انا استخدم لكم اللي انا جباها من العطار بماشي المدلج التاني اللي بيبقى غالي. ده الجيبية من عز العطار اه بتهيقلي العابة اللي اصغر من زي باربعين جنيه. فنسيبكو الجيبية وحطيت معيك فترة طويلة. اه اه انا قبل كده قلتلكو اه على الجوز الهند ده ان هو ممكن يبقى بدل الميكعب رموبر. هناخد كمية الجوز الهند. اه المطلوب ان احنا نخلي السكر يبقى مندي يعني اه يعني زي الكريم كده. ما يبقاش اه اه سايح جوه الجوز الهند. فاحنا هنحط كمية ونقلب كويس. ونشوف ازا كان محتاج اه جوز الهند ولا لأ. اه السكر مهمته ان هو طبعا هو المتوسط ده علشان التاني يبقى خشن قوي. اه مهمته ان هو هو يبدأ يعمل اه تقشير للبشرة ويجدد خلايا البشرة. التقشير عموما فيه ناس كتيرة جدا ما تعرفش ان التقشير لازم يكون اسبوعيا. انهم متعملوش في الاسبوع اكتر من مرة لان برشوتك مش هتستحمل. حتى لو كان البشرتك دهنية جدا مش تستحمل. ولازم اه التقشير لما تخطيه على بشرتك اه تسيبيه من اه من تقريبا من تلات دقايق لخمس دقايق على بشرتك. وبعدين تخسريه بمية فترة وبعدين اه تصدمي بشرتك بمية سقعة او بمكعب طل اه او بمية ورد سقعة طلجة. اه علشان تقفلي المسان وتحفزي على بشرتك من انها ترجع ثاني تتلوز. ولازم طبعا بعد كل تقشير تعمله تستخدمه كريم بترتيب المناسب لبشرتك. بس زي من شايفين كده ده السكر خلاص تقلب مع الجزء الهم زي من شايفين كده هو السكر عليه جزء الهم. بس ما بقاش يعني ما دبش جوه او ما صحش جوه. هو كده ده السكروب ده اللي تستخدميه. هتلاقيه خشن قوي على بشرتك. تاخد كمية صغيرة عن كمية دي ممكن تكافي برشرتك كلها. ممكن تستخدميه للجسم كله مش لازين بس لوشك. ممكن تستخدميه للجسم كله. ممكن تحطي السكروب ده في التلاجة. بس خلي بالك ان غوز الهم ده هيجملت. فممكن عاني تحطيه في آآ في قطك او في مكان بس مش سخنة قوي ومش بارد قوي. وهتستخدميه براحتك. الكمية دي يعني لو حاولنا نقسمها ممكن تبقى مسلا ترت او اربع مرات استخدام. وخلاص ما تحويش تعملي كمية كبيرة آآ لان الزيت والسكر ما يمكن يتفعل مع بعض المية وريحة مش لطيفة. فالاحسن ان انت تعملي كل فترة كمية كمية. وده كان كده سكروب آآ خفيس تقدار يتعمليه في البيت رخيص. وآآ ان شاء الله يجي في بعيدة وزي ما قلت لكم ان هو لجميع انواع البشرة زي الجوز الهند مفيد جدا من البشرة وبيسيبها نعمة. لو انت خايفة ان هو ممكن يبقى وحش على بشرتك ممكن تستخدمي زيت زاتون بدل زيت جوز الهند. آآ والسكروب ده انا كان يمتقوا عنا قبل كده على السناب شات فما تنسوش تترويني على سناب شات وانستجرام الاسم موجود براتيعة الشاشة. وآآ ده كان الفيديو بتاع النهاردة وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.